اشتركوا في القناة مهم جدا لما نتكلم في التفاصيل اللي زي دي جهاز الطبي كان بيحاول قدر الامكان يتعامل طبيا في اصابة اشرف داري بشكل سليم وما فيش فكرة على الاستعجال وان اللاعب ياخد وقته في التأهيل والعلاج في الفترة الحالية فيه امكانيات وفيه قدرات ممكن تخليك ترجع اللاعب بعد اسبوع بعد خمس ايام ولكن المضاعفات الطبية ممكن بعد كده تبقى اكبر بكتير لذلك الجهاز الطبي بيتعامل بشكل تحافظي على بعض الاصابات اللي ممكن ياخد فيها شوية وقت عشان اللاعب يكون جاهز للتدريبات والمباراة الرسمية لكن بإذن الله ان شاء الله من خلال تواصلنا مع الجهاز الفني اشرف داري بإذن الله ان شاء الله هيعود للمشاركة في التدريبات الجامعية يعني على منتصف الاسبوع المقبل بعد مباراة البنك الاهلي فكرة بقى يسافر جنوب افريقيا يدفع بيه مرس الكولر امتى دي وجهة نظر فنية لمرس الكولر هو المدير الفني وهو صاحب القرار لكن زي ما نشايفين اشرف داري موجود في التدريبات موجود في ملعب التيتش ماشي على رجليه بشكل كويس جدا ولكن هي بس عدة ايام ووقت ان شاء الله ونتطمن على اشرف داري كمان الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بإذن الله هيكون معنا خبر جديد نطمنكم على وسام ابو علي يلحق ماتشو ارلندو ولا يستنى شوية ده اللي ممكن نقول الاسبوع اللي جاي لما يكون فيه تطورات لانه فيه اشعة بتتعامل في الايام القادمة عشان نطمئن على حالة كل لعب في الفترة اللي جاي